السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? يا رب جميع تكونوا طيباته بخير. ويا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال وحشتوني جدا جدا جدا. هنبدأ مع بعض فيديو جديد ان شاء الله يكون مفيد ليكم بازن الله. هنا كنت بس بغرف لهم شعرية بالسكر. عملتها معكم قبل كده بحمر شعرية في حتة سمنة او زبدة. وبسقيها بمية او لبن. يعني انا هنا سقيها بمية. وبحط عليها سكر بعد ما بحمرها الاول كده يتكرمل كده مع الشعرية واضيف عليها المية سخنة. وممكن لمن زي ما بقولوكو او حليب ومية عشان تستوي. ما بتاخدش حاجة اساسا على النار. فمنها عشوة ومنها حاجة حلوة. تمام كده? وانا واقفة في المطبخ از فجأة كده بدون ايه مقدمات معاني ما كنتش ناوية خالص. قررت ان انا شيل الفوم الحجري. ليه بقى? في الحتة اللي هي فاصلة تحت الشباك طبعا هي محطوطة جنب البتجاز. فبشيل كده طرفها لقيت شايفين المنظر عامل ازاي? شايفين معلم ازاي في الحيطة? فقلت لأ خلاص انا هشيله ازاي يسيبه بالمنظر ده. الفوم ده عندي على الحيطة بالزبط. انا كنت مركباه في شهر عشرة في آآ الفين واحد وعشرين. يعني بقى له سنتين وسبع شهور. يعني وقت طويل جدا يموم ركباه جنب البتجاز يعني حرارة وزيت وكده. واقول لكم ان انا كنت بحافظ عليه وبنظفه ازاي? انا كنت دايما خايفة من موضوع ان انا شيله خاصة ان انا مش عندي سشوار سخن. وكنت اسمع لازم يبقى فيه سشوار سخنة بحيس ان انتي تتمرره عليه فيلازق يفك فيبقى وانتي بتشيله ما يسيبش اي اثر. بس انا شلته بطريقة سهلة جدا وبسيطة برضو كنت بشوف الناس بتشيلها في فيديوهات فطبقتها لقيتها فعلا سهلة جدا. اولا حاولت على قد ما اقدر وانا بشيله ان انا ما سيبش بقية لازق كتير على الحيطة. حاولت طبعا هي كانت حتة على بعض. اه وكان في حتة كده انا كنت مأسقصها بحيس ان انا اكمل المستطيل اللي انا مدارية به اه الحيطة. كنت بجيب كده بالسكينة واحاول ان انا ايه اه اسلك على قد ما اقدر. طبعا اقول لكم انا كنت محافظة عليه ازاي? انا كنت بخسله عادي بالليفة والكلور. الكلور كان بيفر فيه جدا. ولو حسيت ان اجيه عليه نقط صفرة. برش عليه باور او اي مزيل دهون انا بستخدمه. وبخسله بينضف بيبقى زي الفل. هو بصراحة كان عامل ماتشنج حلو قوي معا للسيكر اللي بيض وكان بينطق الصورة عندي. انا عاملها طبعا عشاني التصوير. انا اساسا في حياتي ضد مبدأ ان انا اغطي اي حاجة بسيكر. لا شباك ولا ازازب وتجاز ولا اي حاجة. بس انا كنت عاملها لدواعي التصوير لما اه كنت بدأت قلات الطبخ بتاعتي كوكتيل من البيت. فانا عايزي حاجة اتنور معي شوية لان الاضاءة عندي في المطبخ بعفية شوية. رغم ان انا حطى لمبة بسلك فوق. بس لما حطيت الاستيكر مع الفوم فرق جدا معي في التصوير يعني. في ناس طبعا بتغطي مكان كامل بالفوم الحجر يعني. بس انا كنت بقولي يا الله هي حتة صغيرة بما اني ضد اساسا ان انا اغطي فقلت يا انا ما جاتش على الحتة الصغيرة دي انا عاملها لدواعي التصوير. المهم هنا طبعا اه في نمل اه حوالي حتة دي فده كمان برضو حاجة خلتني ان انا شيله معقولة وبما ان في حتة فصلة كده لان هي مش حتة واحدة. انا مقطعها بحيث ان انا اكملها مستطيل. ممكن يكون في نمل مستخبي تحت الاستيكر. فده اللي شجعني اكتر كمان ان انا اشيل. هنا اللي بعمل بايدي كده في طبور نمل بيطلع. مش عادة اطلع من تحت الاستيكر ولا جاي مش شباك ولا. المهم هشيل معاكو هنا كده. انا كنت افتكر ان انا جاي بل هو كان بيتيجي حتتين كده مع بعض من طبقين كان باربعين جنيه يعني وقتها. وكان كمان يعتبر غالي لان احنا هنا الحاجة عندنا الناس بتفتري شوية. فهي فكرة حلوة وكل حاجة. بس اهم حاجة نعرف نشيلها ازاي بحيث ان احنا لما نحب نشيلها في اي وقت ما ما تتعبناش نفسيا لان شايفين المنظر يعني هنا حاولت ان انا اشيلها على قد ما اقدر. اه وانا بطلع بحيث ان ما يسيبش اثر على السيراميك لكن ساب زي ما انتم شايفين. بس هيطلع معايا بمنتظر هنا ان شاء الله. بصوا بقى خلاص انا انا خلاص ما عدش الحتة صغيرة كده هشيلها. طبعا وانا بلزقه اساسا في البداية كان نزقه قوي جدا. في ناس بقى بتعمل فكرة حلوة قوي ان هي لما بتيكي تشيل الظهر الورق ما بتشيلش كله. بتشيل داير ميدور بس تلزق الستيكر. والنص بيبقى فيه الظهر الورق زي ما هو. فا آآ اما بتيكي تشيل الفوم الحجري بقى ما بيبقاش لازق كله على الحيطة فبيبقى استعلي. فاهميني? يعني ما بتشيلش الورقة اللي في الظهر كلها. بتشيل بس داير ميدور. تلزق الاطراف الاربعة. والنص بيبقى آآ متداري بالورق فما يبقاش ملزقق على الحيطة. فاهميني? انما انا كنت لازقها على بعض بما ان هي حتى صغيرة مش مستهلة. دي فكرة يعني. جبت بقى البور او اي مزيل دهون انت بتستخدميه. هما كانوا شوي صغيرين في الازازة. انا عندي واحدة تانية يعني بس انا قلت اشتغل بيوم وخلاص. كل حاجة بقت غالية وبقيت اوفر في كل حاجة والله. فقلت هرشها عالتحاول ان انا هرش بقى اللي فيها. طبعا انت لو رشها كمية كويسة. وتسيبيها شوية بس صغيرين. اه دقتين تلاتة وهيطلع معاكي منتاز سهولة. بس انا قلت ايه اضعك الاول بس الحتة دي عشان دي اللي كانت تقريبا مكشوفة ومعلمة علامات كده صفر على السيراميك. فقلت جبت شوية صابون سائل وسلك وهبتدي اضعكهم وبنشفهم بفوطة مبلولة بيطلعوا معايا منتاز سهولة. وهوريكو لما هوصل يعني انا هادعك شوية في في اللازق ده. على ما اجي اوصل لباقي الاماكن هلاقيها دابت وطلعت معايا بمنتهى سهولة جدا. بس عشان الجو حر كانت الكاميرا بتسخن. درجة حرارتها لما بترتفع بتسخن وبتفصل. فكنت ايه باخد الموبايل احطه في التلاجة دقتين كده. يبرد وارجع شغاله تاني يعني. ففي في النص في مقاطع هتفصل مني. اه على طبعا درجة الحرارة عالية. فبجد احطوا الموبايل في التلاجة دقتين كده. آآ بيبرد ويرجع آآ يرجع لدرجة حرارته الطبيعية يعني هيشتغل معاكم. هنا كنت بحاول بالسكينة بقى اشيل بواقي اللازق اللي هي على الرخامة. وكل ما باستنى اكتر. طبعا اشتغلت على طول. المفروض ان انا نسيبه كم دقيقة واشتغل. بيطلع معايا بمنتهى سهولة واسرع. شايفين دي البقايا? يعني ادوب بعمل كده بالسكينة. بتدوب وبتطلع معايا بمنتهى سهولة. يعني احنا هنشيله زي مش محتاجين بقى سشوار ولا نقعد ده مرة رفوتة سخنة على الفهم الاول قبل ما نشيله من مكانه ولا حاجة. لأ شيريه من مكانه. بس برضو تحاولي يبطر في السكينة زي ما انا كنت بعمل ما تسيبهش على قد ما تقدر يبقى يا لازق. وبعد كده بالباور او اي مزيل دهون لايت آآ سيترس اي حاجة بتستخدميها. رشي وسبيدي اتين ثلاثة وبعد كده يطلع معايا بمنتهى السهولة كده بطار في السكينة. شي اللي بقى اللازق هينعم ويبقى حلو. بصراحة انا ما شلته حسيت ان هو هم ونزاح. يعني كنت مبسوطة جدا. لان انا من البداية اساسا ضد موضوع اللازق. بس انا بقول لكم كنت عامنالي الظروف يعني. بس هو كتغيير حلو. يعني في ناس انا بشوفها تغلف ممكن قوضة جنب حيطة. بس مش عارفة هل هو لما بتلزق على الديهان. وهنا كنت بوريكم الجزء اللي انا نضفته فوق. مش عارفة لما بتلزق على الديهان بتشل بيبوز دهان الحطة. اكيد اعتقني يعني. لاني في ناس بتجيبه اه دي بقى عندها الحطة فيها ارتوبة بتاع. وفي منه بقى اشكال والوان كتير. وفي منه مشبتح. يعني بيبقى شكله بيفرق جدا والله. بس هي عيبة بقى في انك تجي تشيل كده. فما جربتش بقى لو بتحطها على دهان هيتشال ويبوز الدهان ولا لأ. شايفين بقى الحطة اللي تحت دي بقى بتطلع مني بمنتهى سهولة. مفيش احسن من الحاجة على طبيعتها والله مهما اللفة ونعمل. بدت الحاجة على شكلها الطبيعي بيكون احلى واقيا يعني. بحس دايما كده. المهم يعني في الفيديو جاي ان شاء الله بازن الله هاعرض معاكم مشتريات. بازن الله. نحب تعملها في فيديو لوحديها. آآ وان شاء الله حاول انها التزم معاكم ونزل دايما. بس انتو بس على الاقل يعني شجعوني بلايك وكومنت حلو كده. ولو بذكر الله. آآ ادعموا المحتوى عندي عشان شجعوني كده ونزل باستمرار. مش عايزة احبط يا جماعة. عايزة ديكو طاقة ايجابية. وانا كمان باخد منكو طاقة ايجابية لما بقرأ كومنتاتكو الجميلة. ربنا ما يحرمني منكو ويجعلو دايما يا رب في ميزان حسناتو. خلاص انا قربت خلاص قربت خلص خالص. انا بوريكو. هنا حط طبق طبعا انا اساسا العمالة اعمل وبقية فتفيت اللازل اللي انا بحطها الرخمة دي كانت عمالة لازقفكم يا وانا اسايا مش راخد بالي. شايفين بقى ده اللي كان على الحيطة. طلع معي بمنتهى السهولة. فالناس بقى اللي عايزة هتحط فيهم حاجة لاتغير اه من ديكور شوية وخايفة. لا هو شيله طلع بمنتهى سهولة. بس كده ورجعت دعاكتي تاني ومسحت بقى بفوتة ناشفة وفي الاخر. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. ربنا اكرمني يعني وعرفت ان انا نضفها بمنتهى السهولة كنت خايفة من الخطوة دي جدا. شايفين مفيش احلى من الطبيعة ياه. بس اتمنى الفيديو كان خفيفة عليكم وكونوا استفدتوا باي حاجة من الفيديو ده. دمتم في امان الله. اشوفكم في فيديو جديد قريب. ازن الله. مع السلامة وحشون.